موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم أرحب بحضرار آران دي والذي يعرفه العلماء والمختصون بأنه العمل الإبداعي الذي يتم على أساس نظامي بهدف زيادة مخزون المعرفة واستخدام هذا المخزون من المعرفة لإيجاد تطبيقات جديدة يسرني ويسعدني أن أرحب بضيفي الدائم الخبير الاستراتيجي المستشار الدكتور داود عبد الملك الحدابي لمناقشة هذه القضية الهامة وإيجاد حلول تطبيقاتها في المجتمع اليمني أهلا وسهلا بك دكتور طبعا الموضوع مهم كما تعلم ونبدأ بالأهمية أولا أحب أن أقول أن موضوع الـ R&D اللي هو الـ Research and Development البحث والتطوير وهتان كلمتان مرتبطتان بحث وتطوير أي الوصول إلى أفكار جديدة ومخرجات جديدة في العلم ثم تطبيقها تطبيقا عمليا بحيث تتحول إلى تقنية نعم تقنية يستفاد منها في المجتمع تطبيقات حياتية للناس نعم هذه المنافع التي تثمرت جهود علمية موجودة في كل مؤسسة وفي كل دولة أي مؤسسة سواء كانت مصنع سواء كانت جامعة إذا لا يوجد فيها البحث والتطوير فهي إلى زوال إلى زوال نعم لأنها تمثل التطوير المستمر والتنمية المستدامة للمجتمع شيء الثاني أنها تمثل توليد للثروة ومنها تقود إلى الرفاهية نعم فإحدى السمات البارزة والقوانين الأساسية في تطوير معات يتوفر البحوث والتطوير وأي دولة نمت كان سبب رئيسي في قضية تطويرها وتنميتها يوجود مراكز أبحاث وتطوير سواء على مستوى الدولة أو على المؤسسات نعم طيب دكتور أهمية البحث والتطوير بالنسبة لدول العالم يعني يعطوه تمام كم ستة كان أكبر الموفقين نيزانياتها ثلاثمائة وثلاثة وأربعة للأوروبي ميتين واحدة رياضان مئة وثلاثين مليار دولة للدول فإن أصل سبعة بالمئة إحدى المؤشرات لوجود البحث والتطوير هي التمويل نعم فعندما ننظر مثلا كما ذكرت في إسرائيل مصنعة نعم للعتاد العسكري فعندها تسعة مليار دولار سنويا موازنة الجمهورية اليمنية كلها سبعة مليار دولار فإذا لو جمعنا كمان التمويل للبحث وتتطور تقنيا وأنت لا تتم بالبحث والتطوير ضرب من الخيال ما يصرف مقابل كل فرد عربي للبحث العلمي دولار خمسة من عجرة في المئة نعم من ناتق المحلي يصرف البحث العلمي في إسرائيل بينما اثنين في المئة يعني لا جاي لا جاي يعني البحث العلمي لا يعتبر أولوية نعم ولهذا أضرب لك مثال فقط في براءة الاختراع في 2008 وبراءة الاختراع في حقود الماضية كل ما سقلوا عنه 1166 وعدم مليون عربي يعني لا وجه للمقارنة صحي لا وجه للمقارنة لا من حيث التمويل فإذا القضية أولوية نعم يعني أضرب لك مثال أحيان لا يوجد ميزانية البحث لعنى البحث العلمي أصلا فمش أولوية يعني لا تصل في شيء لا من الناسج المحلي ما فيش كان وزارة التعليم العالي عندها وكيل للبحث العلمي نعم الحمد لله حذفنا داخل الدولة الواحدة واحدة عدة دول في مراكز أبحاث في كل مكان مشتركة لا يستطيع دولة لوحدها أن تقوم بكل الأبحاث ينبغى أن يكون هناك تدسيق ليس على المستوى المحلي ولكن الإقليمي والدولي فالنقطة التي تليها أنه لا يوجد مستنزمات للبحث العلمي لا تجهزات نعم جدا 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 لا توجد فكيف تعرف ما يدور في العالم نعم أحيانا باحث في عدن يكرر نفس البحث في صنعة أو باحث في تعيد يكرر البحث الموجود في العدية صحيح لأنه ما في قواعد بيات فما بالك في العالم ينبغى أن يكون فقضية البحث العلمي يتطلب الاشتراك في الدوريات العلمية المتخصصة نعم غير موجودة فكل هذه إضافة لا يوجد تدريب للباحثين ولا يوجد تمويل ولا في إدارة مناسبة ولا في عمل مؤسسي نعم في قضية المؤسسة البحث العلمي نعم تحديات كثيرة جدا تحتاج إلى عادة نظر تحتاج إلى عادة نظر وتوحيد الجهود وتحديد الأولويات وتدريب الناس وتوفير التمويل اللازم وتجهيزات اللازمة والمواد اللازمة وربط هذه البحوث بعملية التنميع ومن المعنية دكتور بالذات المعنية الدولة طبعا من درجة رئيسية الدولة الدولة معنية هي التي ممثلة في من الدولة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اسمها كده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى المراكز الأبحاث المختلفة وينبغى أن يكون هناك مجلس يجمع هذه المراكز البحثية معا ليكون هناك ضمن استراتيجية موحدة على مستوى اليمن ماذا نريد في المجالة الزراعي ماذا نريد في المجالة السمكي ماذا نريد في المجالة التعليمي وهكذا في كل المجالات طيب دكتور داود تقوم العديد من الدول بتقديم الحوافز والعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات التي تقوم البحث والتطوير وفي كثير من الأحيان تعقى التحالفات بين عدة شركات أو مراكز أبحاث أو حتى دول للبحث والتطوير ولعل من أشهر تلك التحالفات وبرنامج الإطار السابع FB-CIFN الخاص بدول الاتحاد الأوروبي يعني من هذا الكلام من هذه الأهمية ما الذي يمكن أن تقدمه اليمن تجاه هذا الموضوع أو هل نعتبر ذلك أولوية استراتيجية ينبغي أن يتم الاهتمام بها أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير شريد المشاهدين الكرام أعود إليكم بعد فاصل قصير شكرا